بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم نوعين للضيافة هذه كيكة الشوكولاتة الخيالية نصف ساعة أو خمسة وعشرين دقيقة أوعدكم تاخذ الوقت في العمل مرة سهلة وكفتة البطاطس أو كبة البطاطس اللذيذة المقرمشة من برة والليلة من جوة والبسيطة بعد مقدارين بس عملنا الطبقة الخارجية الحين نشوفها مع بعض والكيكة نفس الشيء سهلة ومقاديرها رسيطة متناول اليد يمكن بس هو البسكوت اللي نجيبه شايفين نحن نشوفونها من جوة مقلمة من جوة وحلوة عملناها ما شاء الله زيناها عملنا كم واحدة زيناهم واحدة للضيوف واحدة ضيوف ثاني يوم هذه هي الكفتة والكبة مرة مرة نذيذة ما يشبع منها كان عندي ضيوف وطلبوها مني قالولي حطينا المقادير بسرعة فالحين أنا كل يوم هنزل لكم نوعين من أنواع اللي عملناهم المعجنات هذه هي الكيكة من جوة خيال طعم الشوكولات على الطبقة الاسفنجية شايفين شكلها شكلها حلو وطعمها ألد وعملها أسهل شايفين الكفتة والكبة لما فتحناها وهذه الكيكة مقلمة كانكم عاملين شغل كبير وهي بسيطة وسهلة والله ما أخذت منها وقت يعني الوقت بس لما حطيناها تبرد في ثلاجة طبعا لازم تبرد كم ساعة عشان تتماسك واللي عملها مرة سهل تعملونها ونتواقفين يعني خمسة وعشرين دقيقة بتضبط و هي مخلصة حتمون الساعة الحين الكبة بطاطس حطيت كله وين بطاطس ولحمة مفرومة وبصل وشبت وبقدونة سبع بهارات شوي قرفة شوي كزبرة ناشفة وهذا البطاطس البودرة تنباع في السوبر ماركت أول شي اللحمة نطقطقها لحالها بدون ولا شي شايفين بهذه الآلة مرة سريعة أحسن من الملعقة على طول تفرق الحبيبات اللحمة بعدين نقلبها شوي نتأكد ما فيها موية نحطها الحين البصل المفروم بهالطريقة رح تشرب كل ريحة البصل وطعم البصل وصيد طعمها مرة حلو اللحمة نقلبها تمام تمام شايفين بعدين نغطيها نخليها عشر دقاي كذا نفتح القدر نلاقي البصل ضبال واللحمة ريحتها تجنن شايفين بعدين نحط لها فلفل أسود البهارات المذكورة عندكم كلها كلها تكون مكتوبة وصندوق الوصفة شايفين نقلبها لازم البصل يكون ذايد يعني كل شوي نغطيها وخليها شوي خمس دقايق سبع دقايق نفتحها بس انتبه لتنحرق لما يذبل البصل بعدين نحط اللحمة في الوعاء نخليها تبرد لما تبرد نحط لها شوية كذبرة شوية شبت قصدها باقدونس وشبت مو كذبرة باقدونس وشبت اللي ما يبغى شبت ما يحط اللي يبغى يحط كذبرة يصير وبعدين آخر شي حطيت لها سنوبر ومحمص قلينا وحمصنا السنوبر الآن خليها على جنب نقطع البطاطس كذا ونسلقها تمام نحطها في الوعاء بعد ما تدفى شوية نحط لها هذا البطاطس البودرة ونهرسهم تمام تمام ونحط الملح طبعا لا تنسون الملح حتى الحشوة ترى حطيت ملح لا تنسون بس انو شي بديهي على الحين كل شوي أزيد من هذا البطاطس المهروسة وعجن بإيدي بس هالمقدارين فقط لا بيض ولا نشا ولا بقسمات ولا شيء بطاطس مسلوقة وبودرة البطاطس نبلل إيدنا بالزيت مش بالموية الموية خلي البطاطس تشرب الموية وصير لينا كثير بالزيت نحشيها وبعدين نعملها أقراس زي كده ما تكون مرة خفيفة عشان نستمتع بطعم البطاطس هذا واحدة ثانية بهالخطوة تقدرون تحطونها بالفريزر متى ما بغيتوا شايفين الصنوبر مبين فيها نسخن الزيت الزيت لازم يكون ساخن وما نكثر يبرد الزيت تلصقون في بعض أو ينفتحون لما يحمرون نشيلهم على ورق نشاف أول ما نحط أي أنواع الكبة أول ما نحطها في الزيت ما نمسكها قبل ثلاث دقايق لما تجمل الطبقة الخارجية نتدي نقلب فيها خلصنا من الكبة أسهل كبة نجي الحين الكيكة شوكولاتة هذا قطع بيسيز وككا وبودرة وهذا الأصابع البسكوت نقص كل واحد نصين شايفين بسهولة ينقص وحليب وسكر وبانيلا وزبدة ونشا الحين نشوف مع بعض بعد ما قطعنا البسكوت نجي بقالب تشيز كيك تسعة إنش ولا عشرة إنش نقمس بحليب عادي سادة نقمس البسكوت قمسة واحدة ونشيله انتبهوا تقمسونا كثير بعدين يطيح يصير لين ويذوب لازم بس قمسة بسيطة ونرتبوه في القالب انعبي القالب شايفين انعبي القالب لما يتعبه بس قمسة واحدة هو لما نحطه في الثلاجة رح يبرد وصير زي الكيك هو الحاله ما يبغى له ترى حليب كثير الحليب ما في سكر ولا شيء حليب عادي الحين نحط السكر والنشا والكاكاو البودرة الكاكاو البودرة مر السادة نخلطهم في قدر نحط الحليب السايل نرفعهم على النار نقلب نقلب لما يسمك قوامهم أول شيء على البارد نخلطهم بعدين طبعا على النار لما يسمك قوامهم يعني زي محلبية بالكاكاو بس معاها شوية إضافات طبعا نحط الفانيلا ما ننسى الفانيلا شايفين لما يسمك قوامهم نحط لهم الحين الزبدة شايفين لازم يكون سميكة نحط الزبدة ونقلب بعدين نحط قطع الشوكولاتة سيمي سويس شوكولات يعني الشوكولاتة القطع الصغيرة الغامقة مش اللي بالحليب عشان تعطينا اللون الغامقة نقلب لما تذوب والفانيلا صار عندي الخليط جاهز هذا هو الحين نصبوا فوق البسكوت نصبوا وبعد ما نصبوا نهز البسكوت القالب كده ونطقوا شوي على الدولاب ونهزوا يمين ويسار عشان يدخل شوكولاتة بين الأصابع البسكوت يعني الصورة ما فيه راحة الصورة بس يعني انتوا تخيلوا يعني هزيناها شوية يمين ويسار كده خبطنا فيها شوية عشان يدخل بينهم نغطيهم الحين بورق نايلو وندخلها الثلاجة كم ساعة تبرد بعدين نطلحها من الثلاجة بعد ما تبرد حتى لو قبل بيوم أكيد تطلع أحسن وأحسن بعد ما تبرد نحط كاكاو مور من نفس اللي استخدمناه في مصفاية ونرش السطح عشان يعطيها يعني شكل محمل فخم التزيين حسب مخيلتكم شايفين أنا سويت انتين أول الفيديو ونص الفيديو كل واحدة تزيين مختلف حطيت لوزم حماس وحطينا ورد الثاني حطيت قطع شوكولاتة صغيرة عندي قطعتها وحطيتها في الوسط يعني على حسب ذوقكم يعني تتحمل تزيين على كيف كيفكم نحط هذا اللوزة هذا ترى محمص بس هنا من بين أنه محمص أول شي أنا كنت أبغى أعملوا أكوام بعدين غيرت رأي عملتوا حلقة دائرية يعطي طعم طبعا يعطي شكل وأكيد أنتوا تحطون الأشياء اللي عندكم الموجود اللي تحبون تغيرون صراحة لذيذة بالمرة لذيذة وشايفين سهلة بسكوت ومحلبية مثل ما يقولون يعني أنا أيشة أطبخة كده بالحليب زي البوردينج نسمي محلبية لأنه بالحليب شايفين أولا عملتوا أكوام بعدين لصقتهم في بعض غيات عملتهم حلقة دائرية وحطينا الورد في الوسط طبعا بعد ما تبرد كم ساعة نمر سكين على الجوانب ونرفع القالب من تحت بسهولة زي الشيزكيك العادية وهذا الورد اللي حطيناه وألف عافية لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا إن شاء الله كل يوم في طبخات حلوة وطبخات سهلة هنا لما قدمناهم للضيوف مع المعجنات الباقية إن شاء الله كلها رح أنزلها لكم هذا كبة البطاطس وهذا كبة القرع بس طرعا الإضاءة مو كويسة هذا كبة الشبت وهذا فطاير عشان إضاءة الصالون تعرفون كله إن شاء الله حنزل لكم بس أنتوا شجعوني وادخلوا وشاركوا الله معاكم تعالوا كل يوم استناكم